سلام عليكم وشباب طيب استكمالاً للسلسلة اللطيفة دي اللي هي الرد على سئلة المتابعين كان حد يكلمني على ويسألني سؤال كده وقال لي يا ريت يعني لو يقوى الرد فعلاً من واقع التجربة اللي انت بتمر بيها طيب السؤال كان عبارة ايه هو ببسطة خاص كان بيسأل ان هو ازاي يقدر يتعلم اي جديدة وايه اللي انا بعمله عشان اعمل كده انا بس يعني اعدلت في السؤال شوية وضفت عليه اني مش لازم الحاجة اللي انت تتعلمها تبقى هي فريمورك يعني ممكن اي طول الطول دي عموماً سواء كانت فريمورك جديدة سواء كانت ليبري جديدة سواء كان طوب الجديد سواء كان لغة برمجة جديدة سواء بغض النظر اي حاجة انت عايز تتعلمها جديدة مفيش اي مشكلة سهل ان انت تعلمها طيب ايه الخطوات اللي انا بعملها والكلام ده بقيتان على النظر خالص انا فعلاً زي ما هو طلب مني ايه الخطوات اللي انا بعملها ده فعلاً اللي انا هقوله تعام كده طيب جميل جداً السؤال ده شابس عدقني لو ركزت معي فيه يعني بجد ومشيت الخطوات دي الخطوات دي هتساعدها كتير جداً لان هي فعلاً ساعدتني كتير جداً واتحقت دايين انا وصلت للخطوات دي بعد يعني ايه تجربة حاجة او اتنين وتلاتة واربعة لغاية لما قدرت اوصل ان انا فعلاً دي الطريقة اللي انا بعملها واللي هي فعلاً تجربة الشخصية يعني برضو خ悄نا انا بعمل ايه تعم كده طيب اول حاجة شاب اللي انا بعمله اللي انا الجديدة سواء كانت غيره. بس بقى خلينا ما احنا ناس مبرمجين. خلينا نركز ان انت غالبا بتعلم على لغة برامة جديدة بستعلم في الامورك الجديدة هكذا. لا يبر الجديدة باكتش جديدة ايان يكون. تمام كده? طيب انا بعمل ايه? اول حاجة انا السؤال لازم بسأله اي حاجة بتعلمها. الحاجة دي بتحاول تحل ايه? يعني ايه المشكلة للحاجة دي بتحاول تحلها? تمام كده? لازم احتاج رد على اول سؤال ده. انا ايه الحاجة اللي بتحل المشكلة الحاجة دي جات عشان تحلها. تمام كده? هندي مثال واقعي. مسلا عشان انا بشرح كرس نست جي اس لي من دول. خلينا ندي المسال عليه. تمام كده? وهدي مثال على اكتر من حاجات. خلينا مسلا على نست. تمام كده? دلوقتي انا خلاص كررت ان انا اعتبر ان انا دهاتي ما اعرفش نست خالص. وكررت ان انا عايز اراح اذاكر الفريمورك اللي اسمها نست. تمام كده? اول سؤال انا هسأله من نفسي هي نست دي بتعمل ايه? يعني الناس اللي عملت اصل بص شاب مفيش حاجة موجودة كده للوطن. يعني بص خلاص اي طول موجودة هي عشان تسهل عليك حاجة وعشان تحلوا مشكلة ما. تمام كده? فمسلا لو دخلنا على بتاع نست اي حاجة انت هتخش هتلاقي بتاعها. هتلاقي مسلا في اعتقد هنا هتلاقي والله بيبدأ يقول لك ان نست هي جات ليه. تمام كده? ببساطة خالص ان مسلا ببساطة خالص بقول لك ان اهم مشكلة بتحاول ان هي تحلها هي مشكلة تعمل كده? طبعا انا شرحنا كنان ده بالتفصيل في كورس نست بس بس لانا بوصل لك بس الفكرة اعتبر كورس نست الفريمورك دي كمسال تعمل كده? طيب جميل جدا. يبقى اول سؤال انا بس اقول نفسي الفريمورك او التول اللي انا هروح اتعلمها هي بتحل لي ايه? ايه المشكلة اللي هي بتحاول تحلها تعمل كده? وفي نفس الوقت برضو خد بالك يعني غالبا انا لما راح هتعلم حاجة? يعني برضو لازم يبقى انا عندي يعني فعلا انا محتاج انا عندي المشكلة دي واراح اتعلمها. واصل على فكرة زي? مش معنى كده ان انت لازم يبقى عندك مشكلة بتواجهة عشان تروح تتعلم حاجة جديدة. بس يعني ادي لنفسك اولوية. دايما تعلم الحاجة اللي فعلا مشاكل بتقابلك فاتا عايز تتعلم الحاجة دي. طبعا كده هتبقى قفية ليك وتبدأ تدوس في الموضوع. بدل ما انت اي حاجة عملت تذكرها ولا الوطن يعني مش كده. بذات ان انا بتكلم بحاجة الكلام دايما للليفلز ايه? اللي لسه بادئ شخص انتري ليفل واحد مستوى الجينيور حتى لغاية الميت ليفل انت محتاج ان انت تفوكس اكتر تفوكس اكتر على انت ترتب الاولاد بتاعتك. انت محتاج تذكر ايه ومحتاج تبقى عارف ايه? تعلم كده? يبقى ده اول سؤال بس اول نفسي. دي ايه المشكلة? اللي بتحاول تحلها. سواء الطول دي كانت دي ده باكتش ايان ياقون. تعام كده? طيب جميل جدا. طيب خلاص عرفت دي ايه المشكلة اللي هي بتحاول تحلها? طيب ندخل بقى للسؤال التاني اللي انا ببدأ ادور عليه. ازاي دي بتحل المشكلة دي? تعام كده? فنيجي مسلا نستقات نية والله بتحاول تحل مشكلة الاركتشار. تعام كده? طيب جميل جدا. وانا اه ده انا فعلا ده انا عملت اكتر من قبل كده وفعلا كان مسلا مفيش سابت لكل الناس كل واحد على حسب كل او كل والله احنا منتفقين على كام حاجة كده. بس عادي كل الشركة بتحط بتاعها. تعام كده? طيب جميل جدا. ابدأ بقى انا محتاج اشوف ازاي بتعمل الكلام ده. فمسلا ممكن نروح ندور على حاجات خاصة باللايف سايكل. تعام كده? ازاي اللي بتتم مسلا اللي بتتم جوه مسلا نست. تعام كده? فابدأ اشوف والله بتاعي ايه بتم وايه اللي بتم جواه? احاول ببساطة خالص. ممكن اروح اشوف يعني نفس الفكرة. السؤالين دول كده? السؤالين دول كده? ممكن اروح اسرش عنهم. يعني مش لازم الاقيهم في الدكومنتيشن. يعني مبسطة خاصة. اروح اسأل ايه والله ازاي بتحل مشكلة الاركتشار? ايه ده سؤال. هاو نست سولف زيار اركتشار تعم كده? هتلاقي مقالات. هتلاقي مسلا فيديوهات هتلاقي هتلاقي هتلاقي. اقعد اقرأ في الكلام ده. اشوف انا غد دوقتي. لكتبت كود ولا روحت دخلت في وكلمت فيها ولا روحت طبقت حاجة. انا ده كله باخد بجمع معلومات. بجمع معلومات. شفت اشعب زي مسلا ايه? لما انت مسلا بيطبقى عايز تعمل مش اول عميل عايز يعمل مشروع جديد او حاجة. بيبدأ يلم شوية معلومات من السوق. انت نفس الفكرة. انت عايز تتعلم دي. عرفت الاول ايه المشكلة اللي بتحلها دي وروح اسأل. اسأل على جوجل بتستخدم تشجي بيدي. اسأل على يوتيوب. دور ايه المشكلة اللي بتحلها دي بتحل من مشكلة ايه? ايانيكم بقى ده مسال. تمام كده? ايه ازاي هي بتحاول او ازاي هي حلت مشكلة مسلا الاركتشار. وابدأ اتكلم. تمام كده? هديك بقى برضو مسال تاني مسلا تول جديد انا عايز دلوقتى راح اتعلم مسلا حاجة اسمها مسلا تام كده البرزم بريزم بريزما او ار ام مسلا. تمام كده? تعال لا ما تكملش يا باشا. تعال بقى روح هنا. ايه هي الور ام ما اصلا? ما هي اللي احنا فهمنا دلوقتي ايه? ان البرزما دي عبارة عن او ار ام. تعام كده? هتعدل الموضوع وتروحوش بقى تكمل وتروح تشوف انت كده عمل يعني ايه? صدقني ما فيش معلومة هتثبت. لا. طب تعال بقى روح نشوف ايه الور ام. تعال اروح اكتب ايه? الور ام. تعام كده? فهتلاقي خاص او 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 ام. والله ده او بجيكت مابينج. تعام كده? والله ده تكنيك عشان بيستخدم ان هو هتكريات بريتج بتوين الوبجيكت اوريانتت بروغرام ومسلا تعم كده? بدلا ما انت كنت تروح بتتعامل مع وتروح تعمل بنفسك على ما يسيكوال او اي نوع دي. تعام كده? لأ دلوقتي مسلا والله احنا عايزين نكتب عشان يروح يعمل الكلام ده. تعام كده? طب جميل جدا. روح الاول افهم بقى يعني ايه او ار ام. ودخل هنا اقرى مقال او. هل انا روحت تتخصصت في او ار ام? لأ. انا فهمت دخلت قريطة مقال فهمت يعني او ار ام. تعام كده? طيب عشان لما نيجي هنا نقول والله ان بريزما دي عبارة عن او او نوع من انواع او بتعمل يبقى انت فاهم يعني او ار ام. تعام كده? تعال بقى روح شوف ايه? يوقع دي كده المشكلة اللي بتحلها لان بسي خالص بما ان يعني بريزما هو او ار ام يبقى انت كده سألت السؤال. طب وهي اصلا او ار ام ده برعا ايه? طب ايه اصلا مشكلة بيحاول حلها? ده كده انت ردت على السؤال ده? تعام كده? طيب جميل جدا. طب ازاي بقى اعمل للحل? والله تعمل للحل عن طريق اكتر من حاجة من ضمنها لامة مسلا انت دل الوقتي مسلا عندك او ار ام هتكتب مسلا والله تولز زات امبليمينت او ار ام. مسلا خش هنا هتلاقي مسلا عندك حاجات هنا هتلاقي حاجات كتير من انها الطيب او ار ام وعندك حاجات كتير بتقول ازاي كتير جدا بتعمل امبليمينت او ار ام. من ضمنها البريزما. تعام كده? يوقع احنا ردنا على السؤالين. ايه المشكلة اللي بتحلها? حاجة زي بريزما ايه المشكلة. فروحنا ببعنية معتملة لقوريم. يبقى هي من الاخر كده هروح اشوف بقى القوريم دي هت بتحل لي ايه? يبقى انا رضيت على السؤال ده. طيب ازاي بتحل ده? اروح ابحس. ازاي بتحل? يعني خلاص احنا فهمنا ان القوريم بيحل مشكلة كزا. ازاي بقى بتحلها? نروح نشوف بقى بتاعه. نشوف يعني الجزء ده ازاي بيحلها? تمام كده? ده كده ببساطة خلاص شاب. ده اول يعني اول جزء من الموضوضة. طيب ده كله انا بعمل ما دخلتش كتبت كود جوا ما دخلتش او التول اللي انا بستخدمها. ما دخلتش حملت اي حاجة انا ده كله بجمع شوية معلومات عن الحاجة اللي انا عايز اتعلمها عشان يكونون داخل عندي ردة عالسؤالين دول. ازاي الحاجة دي بت ايه مشكلة للحاجة دي بتحلها? وازاي هي بتحلها ازا كونسبت اشعب انا ما كهبتش كود. ازاي هي بتحلها ازا كونسبت. ازا كونسبت. تمام كده? يعني مسلا ازاي بتحل مشكلة والله ان هي بتصوها فوق بتوفر لي كده زي حاجة اسمها زي حاجة مش عايف اسمها ايه زي حاجة اسمها ايه زي حاجة كل من دول بتتعامل مع مسلا حاجة معينة جوه عشان كل دي تبقى مسؤول عن حاجة معينة فبني علي الكود بتاع هيخدم عليك بقى. والله يبقى يبقى مسلا سهل نوعية تعمله هكزا. انا عرفت معلومات من بره. بعد كده بقى اروح افهم بقى بالتفصيل يعني ايه مسلا اسمه ده يعني ايه يعني ايه يعني ايه كنترولر يعني ايه بروفايدر كل الكلام ده كله. تعام كده? طيب جميل جدا. طيب انا بقى خلاص عدت السؤالين دوله عايز بقى ابدأ اروح ازاكر الفيرن مورك. برضو نفس فكرة دي الخطوات انا كاتب كده شوية خطوات انا نفسي بتتبحها وزي ما قلت مش شرط الحاجة اللي انا بعملها تكون هي نفس اللي انت تمشي معاك. بس انا بتكلم عن نفسي بان اللي طلب من السؤال يعني طلب انا بعمل ايه? طيب كده? طيب انا خلاص حددت المشكلة. وعرفت ايه المشكلة دي بتتحلل ازاي? ببساطة خالص بعمل ايتي. انا بعمل كده. بروح اريد. ليه دلوقتي احنا في عصر يعني بصراحة يعني بتلاقي ايه كان انا فاكر الفين واربعتاشر تقريبا يعني كان في منحة كتابعة جوجل كده اسمها مال. فكونا بناخد اندرويد كوني لسه برضو صغيرين. فاما ام يعني كان بتاع الاندرويد صعب جدا. ايه ما كنا احنا بنكتب الاندرويد ده بجوفا كانش لسه كتل انه ما كان بجد الموضوع كان صعب ان انت تخش كده تقرأ في موضوع ما كانش سهل. تمام كده? دلوقتي يعني ببساطة خلاص انت له مستواك حتى يعني لسه جينيور تخش تقرأ الموضوع بسيط. بجد ممتاز بالامثلة ممتازة تقريبا يعني تسعة وتسعين فيماية من لأي طول بقيت كده. تمام كده? في اه بعد ممكن تقمع القدر بس تقريبا تسعة وتسعين فيماية من المعظم التولز والفريمورك اللي موجود متاحها بقيت ممتازة جدا. تمام كده? طيب انا هريد في تقمع كده? طبعا اكيد لما هريد هبدأ بقى بالبدايات ما انا مش هدخل ادخل على طول على لا هبدأ بالاساسيات ابدأ افهم كل حاجة وابدأ مسلا اشوف الدنيا ماشية ازاي وهكذا. طيب ده رقم واحد. طيب رقم اتنين بابدأ ان انا اشوف شوية توتوريال. زي يعني مثال انا طبعا مش هخش اقرأ كل دوكومنتشان مرة واحدة. والنفض ان انا ذاكرت مسلا حكا اسمها كنترولر وحكا اسمها بروفايدر وحكا اسمها مديول. او ذاكرت حكا اسمها كنترولر بس. وخلاص فهمت الى حد ما يعني قريت اهد دوكومنتشان بتاحها. وفهمت بنفسها بنسبة خمسين اربعين في المائة. جميل جدا. روح بنفس الكنترولر ده. روح ابحث عنه بقى على يوتيوب على يوديمي على غيره. تمام كده? وابدأ روح اشوف شوية التوتوريال ليه. يعني ايه كنترولر? هتلاقي عشرة تلاف فيديو وعشرة تلاف مقال. التوتوريال ازاي يا شباب? ممكن تقابل حاجتين. حاجات مقروعة وحاجات متشافة. لانت حاجة مسلا فيديو. تمام كده? طيب. الناس مسلا للانجليش بتاحها لسه بادي والانجليش بتاعك مش كويس. انا كنت بعمل كده. انا كنت في البداية حياتي كنت بعمل كده. المسلا الانجليش بتاعي مش كويس براحي. بحول 해들ور على اي توتوريال بالاعراب يشرح الموضوع بالعرب الاول. تمام كده? وبعد كده اروح ادور بقى بالانجليش. واصل ما فكرة زي يا شب? يعني انا الانجليش بتاعي مش كويس عشان دي مش حجة. يعني الانجليش بتاعي مش كويس. انا مش هقول لك روح خد كرس انجليش منفصل روح زاكر انجليش قبل ما تخش يا مجال لا 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 روح دور على ما شاء الله دلوقتي الى حد ما بقى فيه محتوى عربي كويس. تقام كده? طيب انت عامل ايه? روح دور على التوبك اللي انت بتدور هيك كنترور اي واحد بيشح الموضوع بالعربي. حتى لو انت اخدت المعلومة بالنسبة التلاتين في المية منه. بعد كده روح اشوف بالانجليش. تقام كده? عشان كده ايه? طبعا ايه حد عنده لغات يعني لغات تانية مسلا الماني مش عاف ايه? دور انا بثبت مختص للعرب عندي والليفلز اللي بفعلا بيقابلها المشاكل دي. تقام لان كلنا مررنا بمراحل دي. تمام كده? طيب تمام جدا يا شاب. طيب. النقطة التالتة حيطة ان انت بقى تبدأ تعمل ايه? انا ففهمت قريت هنا في مسلا ايه هو الكنترولر? خلنا نمثبتين هنا. ايه هو الكنترولر? وفهمته وشفت شوية فيديوهات اهم حاجة بقى اعمل ايه? اراح امبليمنت. من الاخر كده اهم حاجة ان انت تتعلم عن طريق ان انت تنفز الحاجة. مش هتتعلم غير لما تنفز الحاجة. انت مانتاش جايب مسلا اه بلوج ولا جورنال وعملت اقرافيه وشكرا. لا. مش هتتعلم غير لما تنفز بيتك. تمام كده? طيب جميل جدا. نفست بيدي وتعلمت ده. ابدأ اعمل ايه? ابدأ حط نفسك في اللي شبهك. يعني بسطة خالص انا بتعلم من سجيس اراح اشوف اي جروب فيس اي تشانل على ديسكورد اي حاجة اي كوميونيتي اي بودكاست اي اي حاجة فيها موضوع مسلا الناس بتجمع بعضها وعملين مسلا جروب او عاملين اي حاجة فيها بتتكلم عن الحاجة اللي انا بتعلمها. وراح اجوين لها. ده مهم جدا يا شاب لما تحط نفسك في مكان شبهك وناس شبهك هتسعدوا بعض. هتلاقي في ناس كتير بتتعلم وبدأ تتعلم هتبدأ تسأله بعض هتبدأ تشوف ناس حتى لو ما سألتش. ممكن تشوف ناس بتنزل بوستات عن حاجة معنا انت كنت بتعلمها. هتبدأ تقرأ عينك شايفة الكلام ده هتبدأ الموضوع يتطور معاك وتفهم الدنيا بشكل اعمق. تمام كده? طيب جميل جدا. رقم اربعة حتة ان انت تعمل ايه? او انا عن نفسي بعمل ايه? تجرب. انت دلوقتي طبيعي ايه? ز امثلة اللي بيدهلك بالدوكومنتيشن ممكن ان تبقى امثلة الى حد ما بسيطة. تقام كده? طيب انت تعمل ايه? مش هتستخدم نفس ان انت طبقت المسال ده ابدأ حط افكار بقى تانية اما انت فهمت مسلا لحاجة دي بتعمل ايه? ابدأ بقى انت حط افكار مختلفة للموجودة في الدوكومنتيشن. وابدأ اطبق. هتطبق. مرة والتانية والتالتة. ممكن عاجي تنجح مرة وتفشل عشر مرات. ايه المشكلة? فيش ايه مشكلة? المهم ان انت مش ه اطبق نفس المعمول هنا وخلاص. معنا برضو لازم اضيف. لازم اضيف اللوجك بتاعي. واضيف شوية حاجات. واضيف امثلة. واشوف امثلة مختلفة. وابدأ ان انا هشوف كزا مختلفة. وابدأ ان انا هطبق الكلام ده. تمام كده? واهم حاجة يا شباب من الاخر كده ان انت تجرب تجرب تجرب. وعادي جدا بقى يعني الجملة الاخيرة دي مهمة جدا يا شاهد بصوا. يعني انت ما تبصش لحد معظم الناس مسلا بترفع فيديوهات او بترفع كزا او بتجزا. مسلا ممكن ببق ما انتش فيديوهات ممكن مش حافق. كلنا بنقع في اخطاء. كلنا بنفشل. عادي جدا عادي جدا طول ما انت شغال بيقابلك مشاكل كتير جدا. فعادي جدا ما تخافش ان انت تجرب. ده هو اصلا انت ممكن تجرب عشان مرات تنجح منهم مرة واحدة ده طبيعي جدا. ما تجيش بقى ان انت من اول ما انا اجرب ويحصل معا مشكلة. لا 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 اللي دخلني في الليلة دي. ارجع ارجع على المسال ده. هو المسال ده بسيط وخاصة انا فهمتها هو قلب. تمام كده? خد وقتك. يعني دي مهمة جدا. عشان بس انا برضو دي من ضمن الحاجات. اللي بتقابلني جدا. خد. اه باللغة العامية خلاص المصرية. خد وقتك. في المزاكرة. طيب جميل جدا. ليه انا قلت الجملة دي? طيب بنلاقي مسلا حد. وبقابلني. الناس مسلا اخذت كورس النود او اخذت كورس صغير واي ان يكن. وتلاقي ما او توبك محين. بيسعل عليه فاديته مسلا توتوريال معينة راح ازاكرها. تلاقيه بزبط خمس ستة ايام ويجاي بقول لك انا خلصت التوبك ده. يا ر يا راجل يا راجل حرام عليك. خد وقتك. انت اهو. لو انا روحت مثال زي كده ما انا سهل لان انا اقرأ من هنا لغاية هنا في ساعتين. وخلص خلصت توبك جامل. بس يا راجل هل انت مسكت كل توبك دورت عليه. تعددت المصادر. شفت مصادر مختلفة. اه دي من ضمن الحاجات مسلا لان انا نسيت اكتبها. ان انت تشوف اكتر من مصدر. بس يعني دي تندرج هنا. ان انت تشوف توتوريال مختلفة ومصادر مختلفة. تمام كده? خد وقتك في المزاكرة. خد وقتك. توبك زي كده ما ينفعشي. تروح مسلا تلاقي مسلا واحد ما يدليه الكورس ده مسلا مدورته تلاتين ساعة مسلا واحد كورس النوج عندي مسلا معدي الى ثلاثين ساعة تمام كده. اه لاي ناس لسه اخده كم اسبوع؟ لاي مسلا فقل من شهر خلص الكورس. انا متأكد تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية ان هو معظم يخد نظر عما. لكن هو معظم كمان شهر بالزبط؟ شهر ايه؟ كمان عشرين يوم التفيكس ده هيبقى أنساهها. وفي نفس وقت مش هتبقى ثابتة يعني ثابتة بنسبة عشرة خمساشم في مية وشوية وقت وهيبقى نسى التوبكس دي ليه؟ انت توبك مشروح مسلا اسمه هو معمول بشكل ما مسلا مستخدمين ال جي دابل و تي يا رجل روح وجرب حاجات تانية ما انت عندك في باكتش زه هجهزها زي باسبورت وغير وعلى فكرة على مستوى ال تانية روح وجرب خد وقتك وجرب حاجات تانية عشان فعلا التجربة وان انت تجرب اكتر من حاجة هي دي اللي هتثبت المعلومة وهيفضل عندك المعلومة دي سبتة عندك ومهما يقابلك انت خلاص المعلومة سبتت عندك تعمل كده؟ دي يا شباب كده ببساطة الخطوات اللي انا بعملها بشكل شخصي زي ما قلت مش شرط الخطوات اللي انا بعملها هتمشي معاك تعمل كده؟ في نقطة اخيرة هي برضو كانت من ضمن الكاملة قلته بس خلينا ممكن نخطها يعني بشكل منفصل واللي هي ان انت ايه؟ والله افهم الكونسبت افهم او بالعربي خالص الكونسبت تعام كده؟ يعني يا شباب يعني انا دلوقتي لما اجا افهم حاجة افهمها اذا ما تحفظهاش يعني بمعنى ايه؟ مثلا انا عندي طوبك يعني حتى انا كنت لسه كنت بساجل في كورسة نست ولسه كنت حتى بقول الكلام ده وسط الكلام عندي طوبك مثلا مثلا زي مثلا يعني اقول لك ايه؟ في عندنا حيات كتير جدا بس خلينا نجيب مثال بسيط عشان مثلا مش كل الناس مثلا معايا في حاجة معاينة مثلا طوبك زي الميدلوير او كونسبت زي ميدلوير كونسبت ميدلوير ده شاب الى حد ما كونسبت معروف كونسبت معروف تعام كده؟ فانت لما تيجي تذكره ذكره اذا كونسبت وفهمه تعام كده؟ وافهم الكونسبت ده بيعمل ايه عشان بعد كده سهل ان انت انطبقه في اكتر من مكان تعام كده؟ سهل ان هو يتطبق في اكتر من مكان هاديك مثلا مثال تاني اوضح مثلا عندنا حاجة اسمها اللوجينج تعمل كده ان انت تعمل بتاعك وفيه من دي وفي كله بس مهم انا عندي حاسمة شاب افهم برضو عموما لان ده هيتطبق في اي مسلا انت بتستخدمها تعمل لو هي خاصة او او عموما اي شابه انت تعملها انت فهم ده تعمل كده بتاعه ازاي مش مشكلة خلينا مثال يعني معروف قوي انت بتذاكر والله انت بتذاكر انت مش فارق معاك ده انت هتطبقه بأني لغة انت بتفهم بتفهم ازاي بنانة عليه انت تطبقه باي لغة مش هيفره معك سيب بلاص بلاصت مش عاف ايه وهكذا كده انت لو فهمت ازاي كونسيبت يبقى انت بسطاق خالص اي لغة بتدعم سهل ان انت تدخل تكتب بها قوت مجرد انت هتروح تشوف ايه بيتعمل بتاعك الكونسيب ده بيتعمل ازاي جوه اللغة دي هتروح تسيرش تشوف بتاعها ازاي وتكتبه تعمل كده يا شاب طيب انا عشان برضو الفيديو اعتاك تطول جدا يعني بس انا حاولت على قد ما اقدر اوصل لك انا بعمل ايه وبأكد ده اللي انا بعمله انا مش شرط اللي انا بعمله ده افضل لو انت عندك مقترحات افضل اكتبها بس ده اللي انا وصلت له بعد كذا سنة حاجات جربت فيها حاجات ضاعت وقت فيها حاجات حاجات حتى يعني ممكن اعمل لكم فيديو برضو عن الطريقة بتاعتموه زاكرة يعني انا مسلا في طريقة معينة هي اللي بتمشي معايا عشان ازاكره وهي اللي بطلع منها اوبط بس برضو الطريقة دي بتخزيف من شخص للشخص تعمل كده لكن دي الطريقة ان انا بعيزة يعني ازاكر حاجة جديدة خد بالكو انا معتبر الطريقة دي معتمدة عاني في كل حاجة سواء يعني في اي حاجة حتى لان اراح ازاكر مسلا حاجات مسلا خاصة بالبورصة بروح اشوف افهم يعني ايه البورصة دي عبارة عن ايه وهيكاكات تحل المشكلة ايه وطب وايه بتحل المشكلة دي ازاي هكذا فاي طبق عموان انا وبعايز ازاكره باخده من ناحية دي حتى لو انا ما اعتعمقتش فيه بعد كده وكملت خلاص انا الى حد ما فهمت الحاجة دي موجودة لي تعمل كده ما تخشش تبدأ يلا انا عايز اتعلم رأكت تعالى يلا اخش على رأكت كده وابدأ يلا اكتب خد كود وكتب ويه طب انت فهمت تعالى خش على تعالى يلا جيت فين انا عايز اعمل هنا يلا طب انت عرفت بتعمل ايه طب انت عافية جاية تحل المشكلة ايه مهم جدا ليه لما هتفهم ما هي بتحل المشكلة ايه خلاص زيها زي 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 اي اي كلاينت فريمورك او لايبراري تعمل كده طيب كل دول جايين عشان يحلوا تقريبا نفس المشكلة ايه اللي مختلف ايه اللي بتاع كل فريمورك او كل بس ده كده بسطة خالص فخلاص هتجي تستغرب بقى او انت متستغربش بعد كده لما تلاقي واحد مسلا شغال باكتر من فريمورك مع بعض موضوع من الصعب هل هو خلاص يعني زي مجرنح ويبقى لا لا خالص اه كلنا عادي عندنا بقابلنا مشاكل كتير وبنعاني وبقابلنا مشاكل عادي جدا ده حاجات اساسية في طب ما انت شغال في مجال هو انت قاعد بتحل مشاكل ده شغلك اصلا ان انت تحل مشاكل واصلا فكرة ازاي بس النقطة كلها ان عادي جدا الناس دي كل الحكاية انها بتفهم الحاجة دي موجودة لي وتعرف المشكلة اصلا بتحل مشكلة ايه وتعرف ايه الادوات اللي ممكن تستخدمها عشان تحل المشكلة دي فخلاص هو بنسباله مش فارق ايه الاداة اللي هيستخدمها هو بروح يشوف بتاعها ويبدأ يشتغل تعمل كده فما خلاص بالنسبة لاي حد شغال رائكت سهل جدا هيروح يشتغل هيروح يشتغل اه مع فرق بس هيروح يتعلم بتاعها بالعمل ازاي تعمل كده شاب ركز يا شاب ركزوا للحاجات اللي انا قلتها دي وصدقوني بتفرق كتير جدا جدا وانا بقول لكم بشخص شخص يعني بشكل شخصي والله يعني هو ده لنا بتابعه وده اللي فعلا فرق معايا كتير جدا لكن عادي جدا خدوا بالكو زي معظمكم اللي بتفرج على الفيديو لو هو لسه مبتدئ عادي جدا في الاول كنت متسرع جدا كنت عادي جدا بدخل اشوف وانبسط بعد نهاية الكورس ان انا عملت مشروع ومبسوط جدا بس انا حرفيا او فعليا انا مستفدتش الافادة القوية فخليك صريح مع نفسك عادي جدا في يعني كلنا قبلنا مشاكل دي بس الشاطر اللي مش هيفضل مكمل في المشاكل دي على طول الشاطر اللي هيسطب ويعرف هو فين ويبدأ يقيم نفسه ويبدأ يمشي صح دايما وقف المشاكل اللي بتقابلك حط لنفسك حلول ويبدأ اشتغل على نفسك ما تحاولش ان انت ترمي مشاكلك على حد مشكلة مشكلتك انت تعمل كده شباب ربنا وفقكم ان شاء الله وان شاء الله احاول برضو ان احنا هنكاملين في السلسلة دي باذن الله لو وصلت لحد الجزء ده من الفيديو ومهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه ادخل الاكاديمية وشوف الكورسات المتاحة واشترك في الكورس اللي نسبك او الخطة اللي تنسبك دعمك مهم لنا عشان نستمر في تقديم وتطوير محتوى قوي باللغة العربية